اهلا بكم نبدأ اخبارنا من حلب حيث يعمل المجلس المحلي للمدينة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات على اصلاح خطوط المياه في حي المشهد والتي دمرت بفعل القصف الجوي من قبل طيران النظام المجلس المحلي للمدينة حلب بالتعاون مع الادارة العامة للخدمات نقوم بصيانة قنبوب مياه فطرة 300 ملي متر في المنطقة الغربية للمدينة حلب وجاء نتيج نتعطى نتيجة قصف طيران النظام للمنطقة انتقالا الى ادلب وتحديدا ريفها الجنوبي حيث عمد اهالي مدينة معرة النعمان الى قطع شجار الزيتون لاستخدام حطبها في التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء نظرا لانخفاض سعره مقارنة بالمحروقات واستمراره لمدة اطول حيث يصل سعر الطن الواحد لنحو 60 الف ليرة سورية وذلك بحسب ما نشرته وكالة سمارت عن احد العاملين واشار احد الاهالي للمصدر الى ان البعض يقومون بوضع قطع البلاستيك والنيلون وبعض الاغراض القديمة مع الحطب وذلك لتخفيف مصروف التدفئة في الشتاء بعد ارتفاع اسعار الحطب والمزود بنسبة كبيرة هذا وشهدت اسعار الحطب في محافظة ادلب ارتفاعا ملحوظا ليسجل الطن الواحد منه 55 الف ليرة سورية بمعدل وسطي وذلك تبعا للجودة وفي اسعار صرف العمولات انخفض سعر صرف الدولار منقابل الليرة في معظم المناطق السورية ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار 539 ليرة للشراء و541 ليرة للمبيع اما في حلب فقد سجل سعر الصرف 539 ليرة للشراء و542 ليرة للمبيع اشتركوا في القناة وفي اسعار الذهب ارتفع سعر الانصة ليسجل 1263 دولارا اما في السوق السورية ووفق تسعير جمعية الصاغة ارتفع سعر الجرام من عياري 21 إلى 19227 ليرة اما الجرام من عياري 18 فارتفع إلى 16478 ليرة وفيما يخص اقتصاد العالم العربي اكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان مصر مطالبة باتخاذ المزيد من الاجراءات المتعلقة بسعر الصرف والدعم الحكومي وذلك لضمان حصولها على قرد بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات وتسعى مصر للحصول على هذا القرد لاستعادة ثقة المستثمرين والتخفيف من ندرة الدولار في البلاد التي تضر بالاقتصاد وتوسع نشاط السوق الموازية وعليه تبنت مصر بشكل خاص ضريبة القيمة المضافة على أمل جمع إرادات جديدة لمواجهة آثار انهيار السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يعاني من اضطرابات بسبب عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى نقص حاد في الدولار وتراجع كبير في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وإلى لبنان حيث توقع أيضا صندوق النقد الدولي أن يحقق لبنان نموا اقتصاديا حقيقيا نسبته 1% هذه السنة و2% عام 2017 المقبل و3% في عام 2021 مرجحا استمرار التراجع في عجز الحساب الجاري ليصل إلى 20.14% من الناتج المحلي نهاية العام الحالي مقارنة بـ 21% العام الماضي وقدر البنك الدولي في تقرير أوردته وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني ضمن تقرير اسبوعي قدر نسبة النمو الاقتصادي في لبنان بـ 21% عام 2015 وعز هذا التراجع إلى زيادة انفاق الدولة وانخفاض أداء القطاع العقاري ما تغى على الزيادة في عدد السياح الوافدين إلى لبنان وازدياد التسليفات إلى القطاع الخاص وفي تقريرنا العالمي صندوق النقد يدعو أعضاءه لاستخدام كل الأدوات لدعم النمو ومحتجون يهاجمون مصانع الأجانب في إثيوبيا للاحتجاج ضد الحكومة نتابع التقرير دعت اللجنة التوجهية لصندوق النقد الدولي الدول الأعضاء لاستخدام كل أدوات السياسة لدعم انتعاش اقتصادي عالمي ما زال بطيئا ومتباينا قال صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في بيان إن حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع تزايدتها في حين تستمر التأثيرات المعاكسة طويلة الأمد أحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الدول على فعل المزيد لدفع التنمية وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتعليم ودعت لتطبيق إصلاحات لدعم الأسواق في العديد من البلدان وتعاهدت الدول الأعضاء بانعاش التجارة العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي وإزالة الحواجز أمام قطاع العمال لمحاربة ضعف النمو كما تعاهدت 26 دولة عضو بدفع 360 مليار دولار بشكل تمويل ثنائي يمكن استخدامه لاستكمال موارد الإقراض العادية للسندوق دفع الغضب محتجين في إثيوبي إلى مهاجمة العديد من المصانع والمزارع أغلبها مملوكة لأجانب منطقة سيبيتا ليلقي العنف بظلاله على دولة تقود حملة تصنيع جعلتها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في القارة الأفريقية أحد عشر مصنعا يتنوع إنتاجها من النسيج وحتى البلاستيك ومشاتل الزهور جميعها طالتها عمليات التخريب بينما أحرقت أكثر من ستين مركبة تقول الحكومة إن تلك المصانع وفرت 40 ألف فرصة عمل في دولة قاربت أعداد سكانها إلى 100 مليون نسم هذا ما يتهم سكان رمي الدولة بالاستلاء على أراضيهم مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أغلبهم أجانب بمبالغ ضخمة فيما يشكون من صعوبة العثور على فرص عمل أما في إثيوبيا والتي حكمها في الماضي الماركسيون وأدت سياساتهم إلى مجاعة عام 1984 ما زالت جميع الأراضي تسيطر عليها الدولة ويعامل مالكوها كمستأجرين دفعت شركة فيسبوك أكثر من أربعة ملايين جنيه سترليني ضرائب شركات في بريطانيا العام الماضي بالرغم من تحقيق مكاسب بأكثر من الضعف بلغت 210 ملايين دولار وأعلنت الشركة التي تدير الموقع الاجتماعي الشهير عن تحقيقها لأرباح قابلة للضريبة خلال العام حتى 31 ديسمبر كانون الأول بنحو 20 مليون جنيه سترليني دفعت بمجابها ضريبة وفق المعدلات القياسية لدرائب الشركات واجأت هذه الأرقام بعدما أثيرت ضجة في أكتوبر 21 الماضي حينما تبين أن فيسبوك دفعت فقط 4300 و27 جنيه استرليني كضريبة شركات في بريطانيا عن عام 2014 وبدأت الشركة بتحصيل إيرادات من عملاء كبار في بريطانيا وأعلنت الشركة في مارس أذر الماضي أنها ستتوقف عن تمرير مبيعات الإعلانات عبر أيرلندا لكبرى شركات الإعلانات التي تستخدم الموقع الشهير نهاية أخبار الاقتصاد شكرا لحسن المتابعة ألقاكم غدا بإذن الله أما الآن نعود إلى الزميل ويسام نستكمل النشرة لك ويسام شكرا دعا يا أعطيك العافية